تسعد الجيل الذي نشأ ما بين حرب وكيماوي وزلزال الآن في المحرر وغير من أراضي السورية على ماذا سينشأ؟ هل هذا سيذهب إلى أن يكون كافراً بكل الأراء الأخرى؟ هل يذهب إلى أن يكون منعزلاً عن كل الأراء الأخرى؟ أم سيحاول تحرير وطنه؟ كيف ستشكل العقول في مثل هذه الأوقات؟ نعم أقول لك بكل أمانة وكل واقعية بأن كل ما هو موجود في سوريا اليوم يعتبر المشكلة الرئيسية لديه هو بشار الأسد ونظام ما هو موجود في المحرر هذا كلامهم حتى الأطفال يتحدثون بهذه اللغة وهذه اللهجة وهذا الفكر بأنه حريتنا أغلى من أن نأكل ونشرب أغلى من بيوتنا هؤلاء الناس تركوا بيوتهم لهدف معلوم وواضح ما خرجوا من بيوتهم سياحة للشمال السوري وما تهجروا حتى الذي يعيش في أوروبا يعلم جيداً أن غريمه الأول هو بشار الأسد ونظام بشار الأسد ومن يعيش داخل مناطق سيطرة النظام يعلم جيداً كل الكارثة التي تحل به من جوع وفقر وعدم خدمات والخوف والرعب الذي يعيشه بسبب بشار الأسد ونظامه سوريا اليوم هي أوعى بكثير مما كانت عليه قبل 12 سنة اليوم الشعب السوري يعي جيداً من هو غريمه ومن خصيمه ومن الذي دمر بيوته ومن الذي هجره ومن الذي كان يعذبه في سجونه وفي معتقلاته على أيدي الأجهزة الأمنية التي لا يمتلك غيرها بشار الأسد ويحكم بها الشعب السوري بالحديد والنار إذن يعني يبقى الهدف الوحيد الواضح هو إسقاط بشار الأسد بالضبط بالفعل إسقاط بشار الأسد أشكرك أستاذ سعد الخطيبة الكاتب محل السياسي للتواجد معك شكراً لك سيد كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور كارم العزاوي مدير جمعية جوار وطبيب الذي كان معنا وأيضاً في القسم الأول من الحلقة أتوجه بالشكر والتعزية للدكتور الأستاذ عبد الكريم العمر الناشط السياسي مشاهدنا الكرام الآن الوضع في سوريا يحتاج إلى كما تعرفون تبرعاتكم ودعائكم ودعمكم أيضاً الوضع في تركيا ولكن في الشمال السوري بإلحاح يحتاج إلى مثل هذا الدعم فنرقو من الجميع محاولة الدعم إخوة عرب ومسلمين والشكر موصولون لكم مشاهدنا الكرام فإلى حلقة جديدة من بردان بشي سوريا لأن هذا عامل ملكي وحيكم دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة